بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا أحلى مشاهدين أعزائي كيف الحال؟ كنتم تكونوا مزيانين أطلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله مرحبا بكم معي عودتاني مع منتوج آخر اليوم سيكا بلاست سيكا بلاست من لغوش بوزي ومن أفضل الكريمات المعالجة للحرق هذا سيكا بلاست فيه واحد تركبة خطيرة متعدد لإستعمالات المزايا دياله لا تعد ولا تحصى سيكا بلاست سيكا بلاست معروف وغني يعني التعريف سيكا بلاست بوم بي سانك هذ الكريم هذا أنا شريته على حسب الأثر ديال الحرق منين تحرقت بقولية شي سيكا تخيصت في الجيل ديالي واخدت هذ الكريم من لغوش بوزي سيكا بلاست باش كنديرو على البشرة اللي تحرقت لي باش كيرمم لي الجيلد وكيمشي وده كل ندبات والأثر ديال الحرق أنا أعطيكم مجموعة من المعلومات ولاش كيتستخدمها هذ سيكا بلاست هذ الكريم هذا المعجزة اللي هو وعر ومدهش جدا وفعال وكي نستعملوه في استعمالات متعددة مش غير الحرق أنا أعطيكم الاستعمالات دياله قلنا هذ الكريم هذا كنستخدموه لمعالجة الحرق يعني بعد الحرق بعد ما كانت تحرقوه وعلاج الندبات اللي كيكونوا في الجيل اللي كيكونوا في الجسم وبعد إزالة شعر الجسم يعني الناس اللي كيدروا لصياغ وحرقتهم لصياغ الشمع اللي كنزولوا بها الشعر ديال الجسم كيمكن لنا نستخدموه سيكا بلاست بعد إزالة شعر الجسم باش ما كيبقاش لنا داك الإحمرار ودك التهيوجات في البشرة أديلنا كما يعتبر هاد السيكا بلاست مرمم للمناطق التي تعرضت للحرق بحركي ما أنا يا بننتحرقت القرى الإخلالية داك الحرقة هذيك خلت لي واحد تراس واحد سيكا تخص في الجيل ذاك في الجسم ديالي وبقد كنستخدم سيكا بلاست باش كتختفي ديك التراس وديك سيكا تخص شوية بشوية وتمشت تماما ولله الحمد أيضا مفيد للقضاء على التصبغات وحروق الشمس كما قلنا الواحد اللي عنده البشرة ديالتو تحرقات بأشي عادية للشمس ولا يعني مدرش واحد لحماية للبشرة ديالو وتحرقت له البشرة ديالو بالشمس هذي البحار ولا في الصيف ولا وكذلك يقضي على آثار الحبوب وكيساعدنا في التئام الجروح وكيسخدم أيضا بعد جلسات الليزر أو تقشير للبشرة كما قلنا يعني كيهدأ لنا البشرة ديالنا بعد الليزر أو بعد زالة شعر الجسم أو بعد تقشير البشرة يناسب جميع الفئات هذي سيكا بلس مناسب لجميع الفئات العمرية مناسب للردع مناسب للأطفال مناسب للصغر يمكننا نديرو حتى الطياب ديال الحفاظات طياب اللي كيسببهم الحفاظات ديال الأطفال يعني مناسب للردع والجميع الفئات العمرية خالي من العطر ولا يسبب الحساسية. ما كيدير لنا حتى شي حساسية في الجسم ديالنا يعني مناسب لجميع الناس. كيرتب لنا البشرة بشكل جيد خاصة للبشرة الجافة. البشرة الجافة كتعني بزاف من نشوفيه ومن الجافاف. فسيكا بلاست مناسب للناس اللي عندهم البشرة الجافة. كيعالج تهايجات وحساسية الجلد. وكيقلص لنا المسامات ديال الواجه. يلك اللي عندهم المسامات واسعين. هاد سيكا بلاست يساعد على تقليص المسامات. وكيعطي واحد ترطيب لهو مدهش وزوين ولطيف جدا على البشرة. يمكن نستعمله كماسك. كيمكن نستعمله كماسك على وجهنا. لتخفيف التهيج. كما قلنا الناس اللي كيديرو شي يعني شي تقشير للبشرة. او دارو لصياغ يعني دارو إزالة شعر ديال الوجه. آآ بلا الصياغ بالشامع. كيمكن ليهم يستخدموا سيكا بلاست بعد هديه العملية هدي. كيخفف لنا الإحمرار. وكيمنع التوسع ديال المسام. كما قلنا. كيقلص من المسام. ما كيخليش المسام مواسع. وكيمنع التوسع ديالو. هاد الكريم هادا كيعالج جميع تهيجات جميع الاشياء اللي كتتعرض لهم البشرة يعني متعددة الاستعمالات بزاف بزاف. كالناس قريبان يمكن يستخدموه في اي حاجة خاصة بالجلد ديالهم. يعني اي عيب اي حاجة كان في الجلد كيمكني ننطبق عليه سيكا بلاست. ومن المزايا ديالو ايضا انه يقوم باعادة ترميم الحاجز الواقي للبشرة. يعني كيجدل لنا الخلايا ديال الجلد. وكتولي عندنا الجلد ديالنا نظيف وزوين. كرتب لنا البشرة ديالنا في فصل الشتاء. كنعرفو كاملين انه في فصل الشتاء. كنحتاجوا لواحد المرطبات للجلد ديالنا والبشرة ديالنا نظرا دك تشققات. ودك الحروشية اللي كتكون عندنا في الدين او في الوجه او في اي منطقة من الجسم ديالنا. كيمكنينا استخدموه فصل الشتاء في الوقت اللي كان نحتاجوا شي حاجة نرطبو بها آآ البشرة ديالنا. كيخضي على اثر ديال الجروح كما قلت لكم في الحالة ديالي انا تعرضت الواحد اللي حرقة هاكا في الكوزينة في المطبخ واستخدمته بعد ما برط ليا آآ ذيك الحرقة واستخدمته على الموضع اللي تحرق لي من الجلد ديالي باش كيرمم الجلد وكيعود يرمم الحاجز الواقي للبشرة كيحيز السيكاتريسات زعمة ديال الجروح اي واحد تجرح شي جرحة كيف ما بغى تكون سواء بالنار يعني بالعافية المطيب ولا بعد آآ شي عملية او بعد آآ شي ضربات يالشي حالة حادة كيمكنينا نستخدمو السيكا بلاست بعد هاد الجروح هادا بعد ما كيبرا لنا كيستخدموه ايضا النس اللي كان يعني من الكزيمة ومن الامرض الجلدية وكذلك كيمكنينا نستخدموه بعد لضغط الحشرات يعني لقرصتنا شي حاشرة بحل شي ناموز ولا شي لضغط ديالشي حاشرة ودرتين التهيج في الجلد كيمكنينا نستخدموه سيكا بلاست باش كنهد او داك التهيج ولي كانت عندي شي حاساسية من ديك اللضغة فكتتهدن يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا تحمي البشرة من التعفونات ومن العدوى سيكا بلاست يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا يعني فاش كنستخدموه في الموضع او في المكان في اي بلاست في الجيل ديرنا فكي يعمل على تعقيم الجرح او لا تعقيم الجهة اللي كانت بقو فيه سيكا بلاست فيه مواد مضادة للبكتيريا يعني كيمنع التعفونات كيمنع العدوى كيمنع انتشار البكتيريا وكيمنع الالتهابات هاد بزاف ديال المزايا كانين في هاد سيكا بلاست ديك شي علاش خديته صراحا نفعني بزاف وبغيت نشاركو معاكم هاد التجربة هادي ويستعمال مرتين في اليوم طريقة الاستيعمال ديالو كنتبقوه على الجهة اللي بغينا نعالجوها مرتين يوميا جوج مرات في النهار والتمان ديالو مية وثلاثين درهم كيما كتشوفوا معايا هاد العلبة او هاد الانبوب اللي جبت لكم فيه مية ايميل يعني واحد الكمية كتيرة صراحة بدتني بزاف والتمان ديالو ماشي غالي بزاف اللي يحتاج لها غادي يشريه نظرا لهاد المزايا الكتيرة اللي فيه وانه متعدد الاستعمالات وكيفيدنا في جميع المشاكل ديال الجلد والبشرة هاد المعلومات اللي جبت لكم حاول كريم سيكا بلاست بوم بي سانك من لغوش بوزاي كانت من يعجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك للقناة تفعيل زر الجرس والدعموني باش نقدم لكم المزيد من المعلومات ان شاء الله الى اللقاء